اشتركوا في القناة 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 فلا يملكون اشتركوا في القناة 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 والضرب بسرعة النزه في الأصل هو الطعن والضرب بسرعة ثم استعير لما يحصل به إفساد العامر خاصة في العلاقات بين البشر كما قال الكريم ابن الكرماء يوسف عليه وعلى أبائه الصلوات والتسليمات من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أفسد ما بيني وبين إخوتي هذا هو النزغ ثم قال تبارك وتعالى إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين علل للعلّة لماذا ينزغ الشيطان؟ لماذا يحرص اللعين على أن ينزغ بين عباد الله؟ علل للعلّة بعلّة وعلّة العلّة علّة كما في قواعد الأصول وعلّة العلّة علّة فكأن هذا الأمر وهذا الإلطاف الربّاني الجليل بنا هذه الدعوة إلى أن نقول التي هي أحسن أيها الإخوة معلّلة بعلّتين لا بعلّة واحدة لأن علّة العلّة علّة لأن علّة العلّة علّة فإذا أردت أن تحافظ على ما بينك وبين حبّائك وأودّائك ومعارفك وزملائك عليّك أن تسير في هذه الخطة الإلهية أن تقول التي هي أحسن لماذا؟ لأن الشيطان عدوّ لك لأن الشيطان عدوّ مبينّ ظاهر بيّن جليّ العداوة لك ومن مصلحته وجعل وقدّه أن يُفسد بينك وبين أودّائك وأحبابك وإخوانك وبينك وبين أهلك بين الزوج وزوجته بين الأب وأولاده بين الأم وأولادها وأهل مجرّا طريقته لعنّة الله تعالى عليّ التي يجري على سننها قائمة على الإفساد والتخريب والتدمير بخلاف طريقة المؤمنين وطريقة النبيّين والمصلحين من ورائهم تقوم على الإصلاح وعمل الصالحات فكان في المرء من حظ للشيطان وكان فيه من حظ للرحمن هذا السؤال يجيب عنه كل في نفسه مهما عظمت تاعية الصلاح والإصلاح في نفسك فأنت رحماني نبوي ومهما غلب عليه الأبعد والعياذ بالله الإفساد والرغبة في الإفساد والتخريب فهو شيطاني شاء أم أبى عرف أم لم يعرف فهذان سبيلان لا يلتقيان خطتان متوازيتان على ما يقال إذن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين نسأل الله أن يكفينا شره وشر شياطين الإنس والجن جميعا إخواني وأخواتي هذه الخطبة صلة للخطبة الماضية وحدتكم أن أواصل الحديث فيها عن التواصل التواصل الناجح الصالح العاطفي كما يسمى في علم النفس بين البشر بينك وبين الآخرين والتواصل عموما بين الناس أيها الإخوة والأخوات في مجمله ليس بناجح وليس بجيد ومن هنا المشاكل من هنا المشاكل الكثيرة حين ينعدم هذا التواصل العاطفي الجيد الناجح بين الأزواج يحدث الطلاق أشرت في الخطبة السابقة إلى أن انعدام التواصل الناجح الفعال يقف في قائمة في رأس الأسباب أيها الإخوة وراء الطلاق في رأسها عدم التواصل عدم التواصل أحياناً يكون السبب الأوحد فيما عدا هذا السبب كل شيء على ما يرام الزوج ليس فيه ما يعاد دينه خلقه جماله وربما حالته المدية الزوجة طيبة وفية دينة جميلة صينة وبينهما أولاد طيب ماذا الطلاق التواصل مشكلة التواصل في الأعمال في البزنس كما يقال في التجارة أيها الإخوة أيضاً في رأس الأسباب وراء إخفاق وإفلاس الشركات وتدني دخولاتها عدم التواصل الجيد بين المدير أيها الإخوة والموظفين والعمال بين الموظفين وبين الجمهور بين الزبائن كما يقال عدم التواصل الجيد في تجربة لافتة ولطيفة جداً أجراها مجموعة صممها مجموعة من علماء نفسه وإجراها تبين أن الندل الويترز يعني أو كيلنار جمع نادل الذي يخدم على الناس في المطاعم والفنادق وما إلى ذلك تبين أن الندل الذين يتواصلون جيداً مع الزبون مع الزبائن مع العملاء كما يقال مع العملاء هذه الكلمة طبعاً عميل في الحس العربي المعاصل سمعته سيئة يعني 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 عميل يعني العملاء الزبون بينهم وبين العملاء أيها الإخوة زادت من بقشيشهم بنسبة 50% كيف طيب؟ سر بسيط كلمة يفتاحية بسيطة هذا الويتر أو النادل كيلنار يعني يحاكي طلبات الزبون وتعليقاته فقط فقط يأتي متبسماً طبعاً لطيفاً هذا مهم جداً تبسّم في وجوه الناس ويحاكي طلباتهم وتحليقاتهم يعني الزبون يقول مثلاً أريد كذا وكذا مثلاً فراخ مشوي يقول أه فراخ مشوي الفراخ مشوي جيدة صحيح يقول جيدة جيدة جداً سيدي يحاكي إذا علّق بعد ذلك كان هذا ممتازاً بالفعل سيدي كان ممتازاً لا ليس كذلك أنا سعيد به تعلّق تكرّر يعني خمسين في المئة عشرين إذن هذا يمكن أن يفلح أيضاً مع الأستاذ في الجامعة أكيد بين الزوجين بين الأصدقاء أحد علماء النفس أيها الإخوة الحقيقة هو الشريك لأندرو نيوبرغ في تألف كتابي الذي ذكرته الخطبة السابقة هو شريكه هذا الكتاب طبعاً مشترك يقول كلما أتيت إلى ناشري قبل شارة تباعي إلى ناشري بكتاب مصودة كتاب يثني عليه يقول ممتاز ممتاز جداً هذا التقسي ممتاز كل شيء ممتاز وأقترح لتحسينه كذا وكذا قال دائماً أنا ألقي إليه مقادتي يا صحيح نفعل هذا قال ثم خطر لي قال فسألته مرة يا فلان هل تحني بجد ما تقول قال لا أدري لكن أسلوب ذكي ما الرجل ليس عالم نفس لكن ينشر العلماء النفس الأفضل دائماً أن تجامل الناس أن تلاطف الناس أن تحاكي ثقتهم بأنفسهم أن تحاكي مزاجهم يعني الذي ألف كتاباً أكيد تقريباً ووضع خاص الأجانب حقيقة في مصداقية وخاصة مثل العلماء الكبار على مستوى العالم الآن لا يضع كتاباً هكذا لا يضع سمعته على المحكة ما يكون مستحيل يفرغ تقريباً كل جهده في كتابه فإذاً هو عنده تحيز يعرف بتحيز الإيجابية تحيز الإيجابية يعني أن ينظر المرء إلى نفسه نظرة إيجابية أنه أسلوب جيد تأليفي ممتاز خطبتي جيدة لدينا تقريباً كلنا هذا التحيز الإيجابي إلا طبعاً مصابون بعقد النقص ومشاكل هذا شيء ثاني بس عموماً الإنسان لكي يتعايش مع نفسه ويعيش لا بد أن يكون لديه ماذا؟ تحيز الإيجابي انتبهوا هذا التحيز وإن كان فطرياً فينا وللثقافة طبعاً دور فيه كبير إلا أنه جيد وخطير أيضاً يعني مثلاً بعد هذه الخطبة أن تخرج وتقول أنا لا أحتاج إلى أي موعظ من هذه الخطبة أنا متواصل جيد ستفشل لا لا عليك أن تكون دقيقاً ومستبسلاً وتقول آه هذا لم أكن أعرفه هذا لا أطبقه وأنا أطبق العكس تماماً سأستفيد هكذا تتقدم وتزدهر لكن إذا يغلب عليك تحيز الإيجابية وتطلع أستاذي في كل شيء لن تتعلم أي شيء من لم يرى من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان ما جادلت أحداً فقبل الحق مني إلا اعتقدت مهبته هذا رجل يهاب لأن هذا رجل يزدهر باستمرار ويتقدم لن تجده بعد عام كما هو الآن ستجده أكبر بكثير لأنه متواضع الحق ويتعلم ويعرف قدر نفسه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه جميل جداً أن ندرك أيضاً النقص فينا ونقترب بهذا ونستبصر به بشكل واضح من غير تردد من غير جمجمة حتى نتقدم إن شاء الله تعالى ولن نصير الكمال الكمال لصاحب الكمال على كل حال وإن كان كمل من الرجال كثير اللهم كملنا بما تحسن به إلينا في الدنيا وفي العقبة اللهم آمين إذن أيها الإخوة على مستوى العائلي على مستوى التجارة على مستوى العلاقات دائماً التواصل السيء سبب الإخفاق سبب النكبات سبب الخيبات سبب الخيبات وله أسباب كثيرة وله أسباب كثيرة ربما ذكرت في الخطبة أو ألمعت بإشارة سريعة في الخطبة السابقة إلى عدد منها الإنهاك الإجهاد التعب كما قلت المرض أيها الإخوة النشوء أو النشأ في عائلة مهارات التواصل فيها رديئة ضعيفة يسبب أيضاً التقدم في السن أحياناً يعني يلحظ المرء أن كبيراً في عائلته ربما يكون أباه أو عمه أو جده كان قبل 10-20 سنة أكثر لطفان وأحسن تواصلاً وأكثر مجاملةً الآن ينفعل على شيء بسيط وينفجر أحياناً ويصرخ وكما نقول بالعامية يعني يحدث لنا الكسوف يكسفنا يكسر بخاطرنا طبيعي هذه من نتائج التقدم في السن من نتائج التقدم في السن التقدم في السن طبعاً له أضرار إطلافية إعطابية حتى على مستوى ماذا؟ الشبكات العصبية في الدماغ الشبكات العصبية على الدماغ يعني أضرار إطلافية فتضرب هذه الشبكات شيئاً فشيئاً فتصبح مقدرة الشيخ الكبير على التواصل ضعيفة تتراجع للأسف الشديد لذلك يصبح نزقاً ويندفع أحياناً ويطيش يثور ثورات انفعالية غير مبررة المسألة هنا دماغية عصبية أيضاً إخواني وإخوات من الأسباب المهمة غير التقدم في السن والمرض والإنهاك والنشوء في العائلة بمهارات تواصل ضعيفة أو رديئة أن كل مننا متفرد يونيك كل مننا نسخة ليس لها ضريع من كل الوجوه لكن من بعض الوجوه طبعاً نحن بشر نتجابه كثيراً مع بعضنا لكن من كل الوجوه أنا متفرد أنت متفرد هي متفردة كل واحد فينا عالم قائم بحياله حتى التوأمان المتطابقان سينفصلان بعد ذلك ليكتسب كل منهما شخصية متفردة تعرفوا لي ماذا؟ لأننا أبناء معمار تواصل بدرجة مخيفة وهو الدماغ الدماغ أصلاً بنية أو معمار تواصل مدهش مكون من 85 بليون خلية عصبية نيرونز عصبون يعني 85 مليار يعني من الألماني هنا 85 مليار عشرة أستسعى شيء مذهل و85 مليار خلية دبقية أيضاً عجيب يعني حوالي 70 مليار خلية في الدماغ يقول علماء الأعصاب كل خلية من هذه الخلايا بمثابة عقل قائم بحياله طبعاً عقل مصغر عقل نووي صغير جداً عقل هي عقل في ناية المطاف يعني على مستواها عجيب ترتبط وتنفصل على الدواء ترتبط بعضها ببعض هذه بهذه ثم تنفصل ترتبط بأخرى في كل دقيقة بشوها ولذلك يقول علماء الأعصاب لا يوجد في العالم فرداني على الإطلاق البتة يتطابقان في التشبيه العصبي الدماغي من كل وجه مستحيل كل منا بنية مختلفة متفردة يقول العلماء أيضاً هذا الخبر السار وهذا هو أحد أسباب وأسس الإبداع لماذا الإبداع؟ لماذا خطر لنيوتن ما لم يخطر لكل علماء عصره لأنه بنية متفردة هذا حفظه نحن قسمنا بينهم معجتهم كل ميسر لما خلق له مثلاً فيها خلقية فيها فطرة كيف فطرة كيف خلق كيف ركب كيف يبني هذا الخبر السار الإبداع لو كنا كل واحد كالآخر تماماً ما كان في إبداع الذي تفكر فيه سأفكر فيه الذي أعرفه سأعرفه الذي تصل إليه سأصل إليه ما في إبداع حياة تصبح غير جميلة صحيح؟ منمطة يعني حياة واحدية ما في إبداع لكن الخبر السيء هذا التشبيك العصبي المتفرد أيها هذه البنية المعمالية العصبية المتفردة أيضاً هي سبب الفشل والأفشال التواصلية بيننا لماذا؟ لأن كل مننا يدرك الأشياء ويفهم الأشياء نسبياً من منظور مختلف بطريقة مختلفة كيف إذا اختلفت الثقافات كيف إذا تباعدت وتناءت الدارات أيها الأخوة أو الدوائر الحضارية أوه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة لذلك يقال نحن ننمذج العالم لغوياً لكن في الوقت نفسه نحن نعيد اكتشاف العالم نتعامل مع العالم بطريقة متفردة تبعاً لهذه النمذجة اللغوية نحن نكرنا بجملة واحدة فقط وهذا إخلال كبير العلاقة بين الفكر واللغة في صدر الخطبة السابقة ولذلك القاني وخواتي عبارة مثلاً نأخذ شيء شيء أن يتعلق بالأخلاق لدى العرب لا أدري هل سائر المسلمين كذلك لكن على الأقل نحن عرب لدى العرب لدى جماهير العرب فكرة انطباعية وخاصة خاصة في العقود السابقة الآن ربما اختلف بحكم التواصل بحكم التفاقف بحكم السفر بحكم الشبكة العنكبوتية بحكم أشياء كثيرة اختلف الوضع أكيد حدث فيه انزياح في هذا الانطباع المضلل الزائف كان لدى العرب بشكل صارخ انطباع مضلل وزائف إلى حد بعيد أن الغربيين أوروبيين والأمريكان والأستراليين شعوب غير أخلاقية أليس كذلك؟ طبعا وحتى في كتبات المفكيين الإسلاميين يعني أنهم ليس لديهم الروح كما ليس لديهم الأخلاق نحن لدينا الروح ولدينا الأخلاق هم لديهم العلم المادي والمادة فقط والتقنيات نحن ليس لدينا لكن لدينا الأخلاق عجيب كيف طيب؟ لأننا نفهم الأخلاق فهما يخصنا الأخلاق طبعا العالم كله يعرف الأخلاق ويتكلم عن الأخلاق أكثر الناس كتبوا في فلسفة الأخلاق الآن الغربيون ليس المسلمون اختبات عميقة جدا جدا وشديدة التعقيد وشديدة العمق بعيدة الغور الغربيون نعم رجال الفلسفة ورجال اللهوت أيضا على كل حال كيف هم غير أخلاقيين؟ لأننا لدينا منظور خاص بالأخلاق يكاد يحسرها في العلاقة بين الجنسين صحيح؟ تماما كمفهوم الشرف شرف ليس شرف الكلمة ليس شرف الموقف ليس شرف لا لا شرف شرف العرض يعني فقط بالمعنى الحس المعروف هذا هو الشرف ولذلك هذه الأخلاق الحمد لله ليس لدينا شدود ليس لدينا زنة لا نمارس هذه العلاقة خارج مؤسسة الزواج نحن أخلاقيون طب أين الأمانة؟ تأتي في الغرب تندهش أين النظافة؟ تأتي في الغرب تندهش أين الدقة في الموعد احتران المواعيد أين إتقان العمل؟ أين الرحمة في الضعفات؟ طبعا بنغو سين أجدوني يعني مبهضا مثقنا إن لم أفو بهذا التعليق مع أنه لا مناسبة له وهذا من سيئاتي في الحديث لكن تغلبوني هذه الطبيعة أو هذا التطبؤ أيها الإخوة النمسا نحييها والعالم كله يحييها الآن النمسا من بين الدول الأوروبية فضلا عن غيرها ضربت مثالا يحتذا مشرفا جدا 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 مخزيا لأناس ومحزنا ومفرحا أيضا لنا ولأمثالنا الذين نعيش هنا في النمسا أيها الإخوة حالة من التعاطف من الدعم من المساعدة مع اللاجئين السوريين فك الله غربتهم أيها الإخوة وعاد إليهم بلادهم موحدة عزيزة آمنة مطمئنة شيء مذهل محير أيها الإخوة مبكي والله وكما قلت لكم ومخزن لأناس آخرين مخزن لأناس شيء عجيب ما قدمه أن يمسويون هنا من غير المسلمين أكثر بكثير فيما يبدو لنا فيما نراحظ ونراقب أكثر بكثير مما قدمه المسلمون طبعا المحزن أن من هؤلاء اللاجئين من يبزنس باللاجئين أنفسهم يشتري التكت مثلا بمئة يورو يبيع لهم لأنه فيه زحمة بألف مثلا عجيب جدا جدا وهو مهاجر مثلهم والنمسويون يختطعون من أفواههم ومن أرزاقهم ومن أوقاتهم أطباء ومرضين وشفنا رجال فن كمان ومزارعين من جميع الطبقات والله نتكلم وشعر بدن يواقف أقسم بالله هذه مش أخلاق هذه مش إنسانية هذه مش رحمة لا 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 هذا كله غير داخل في منظور المسلم العربي للأخلاق يحتضنون بعضهم في الشوارع وربما فعلوا ما هو أسوأ من هذا إذن هم غير أخلاقيين منظورنا للأخلاق نتكلم عن الأخلاق منظور حصري ومنظور مقزم ومقزم أيها الإخوة ولذلك يأتي العرب لأول مرة حين يأتي لأول مرة إلى أوروبا لا يرى شيئا يعني يسره يقول هناك ناس لا أخلاقيون أعوذ بالله يا أخي يحتضنون أنفسهم وربما فعلوا شيء أعوذ بالله هكذا هو يرون من هذه الزاوية فقط لا يرى مظاهر اللطف مثلا أن الناس هنا ليسوا عصبيين ليس في حالة نرفزة صحيح في حالة هذو في ابتسامة يعني من نظر إليك يتبسم في وجهك مثلا فيه هدوء فيه أدب فيه احترام كيف يرتادوا كيف يختلفوا إلى أماكن مختلفة كيف يستقلون مثلا وسائل مواصلات بنظام بهذو بترتيب يقدمون الضعفاء الحامل الشيخ الكبير يساعدون حتى لمر محجب يحملون معها يعني عربط الطفل مظاهر جيد جدا إلى هذا كله لا يراه لأنه يرى العالم من خلال فقط زاوية ضيقة حين تقول مثلا لفتاة أنت جميلة في الغرب الأوروبية هنا هذه تعتبر جملة من جمل المجاملة وهي جملة محببة أليس كذلك لطفة أنت جميلة لكن ربما في ثقافات أخرى نفس الجملة نفس العبارة تعتبر انتهاكا من الشخصية في حالات معينة حتى في الغرب قد تعتبر انتهاكا من طرف شخص بالذات من رأي عن السيدة تعرضت لماذا لمحاولات انتهاكا جنسي تكره الكلمة تكره من يبادرها بمثل شيء طبيعي هنا الظرف الخاص في الثقافة الكونفجنسية الصينية الآن في الصين لا ينتبهوا هاذروا تقول للرجال ممنوعا تقول لأي امرأة أنت جميلة أنت حسنة ممنوعا تعتبر هذه عبارة غير بالغة التهذيب عبارة وقحة ثقافة مختلفة شكتوا إذا المسألة ليس الكلمات فقط الكلمات هو ماذا والثقافة الكلمات والدلالات العميقة والدلالات ليس معجمية هذه المشكلة ما في الشيء الآن طبعا واضح ليس لدينا معجمات ديكشينرز يعني ليس لدينا معجمات ثقافية تعتبر العبارات ثم بدلاتها الثقافية تقول طبعا معجمات ضخمة جدا لكن الدراسات الأنثوبولوجية تقوم بهذا الدور فعلينا أن نلجأ إليها وأن نستنجد بها لكن المعجمات غير موجودة طالما أنت فقط اعتمدت على المعجم على خلفية ثقافتك لك خلفية ثقافية ولابد ستفشل إذن مع الآخرين مرة ومرة حين تتواصل معهم لذلك التواصل مسألة ليس فقط كلامية العجيب أيها الإخوة أن العلماء المتخصصين في هذا الحقل ينبهون على أن دور الكلمات محدود في التواصل مغضون مهما كانت جميلة ولطيفة محدود ما هو أثقل وأرجح في الميزان من الكلمات الكيفية التي تقال بها الكلمات والسياق والتلميحات غير اللفظية من تلميحات يعني التلميحات غير اللفظية من هنا مثلا من هنا مثلا قد تقال عبارة لطيفة لكن ضمن تلميحات عنيفة يحدث ارتباك لدى المستمع يعني شخص مثلا وقد قطب جبينه كما يقال وضغط على عضلات وجهه جدها يقول أنا أحبك جدا أحبك يحدث تذيك ارباك عصبي يسمونه نيورال ديسينيس 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 ارباك تنافر اسمه التنافر العصبي في دوائر الاستخبارات العالم الثالثية طبعا نرى هذا في الأفلام المصرية وغيرها حين يغضب طبعا رجل المباحث المحقق ماذا يقول للضحية طبعا ضحية حتى لو كانوا مجرمين أنه كم العقاب والأساليب في استخراج المعلومات شيء مخيف يعني مرعب لا يتناسب يقول له وهو يضحك ويفتر عن ابتسامة لئيمة جدا يا روح أمك الحين إذا لا تقول الشيء الذي يريد أن نسمعه هو الحقيقة يا روح أمك سترى شيء حلو كثير أو شيء فظيع كثير وهو يتبسم شيء فظيع لكنه يتبسم هذا يحدث للإنسان ماذا؟ حالة من التنافر العصبي التنافر العصبي التنافر العصبي التنافر العصبي لا لذلك قال الحكماء لدينا تراف الإسلام بسيط الفطر الإنساني من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بمعروف إذا تكلمت عن الحب لا بد أن تتكلم بحب عن الحب صحيح؟ لا تتكلم بكر وأنت تتكلم عن الحب سجلت أنا مرة ملاحظة سأعيدها من باب النصح الإخوان المسلمين وأنا أحب كل المسلمين قلت مرة الإخوان الشيعة قلت لهم أنا لا أستوعب وأحس بتنافر الآن وجدنا المصطلح العلمي له هذا هو التنافر العصبي هناك شيء متنافر هناك شيء راكب أن تحدثني عن أخلاقها البيت عليه وسلام ونحن من أشد المعجبين والمحبين لهم عليه وسلام جميعا تحدثني عن أخلاقها البيت وأخلاقها البيت في قمتها الحب والرحمة والتسامح والإغضاء والكرى ومعروف ما شاء الله من تريقهم لكن تحدثني عن هذا بكله شديد وأن تتلعن الآخرين وتسب الآخرين وتحرّض على الآخرين وتتحدث بلغة الثأر عجيب عن ماذا تتحدث؟ وعن الحب ! عن أخلاق أهل البيت هذا الحديث لا يليق بأهل البيت ولا بأخلاق أهل البيت هذا الحديث من ناحية تواصلية فاشل ! خائب ! يُغذِّي فقط من نشأ عليه أيها الإخوة ! وانضوى على هذه المشاعر ما الكُرُّه واللعِن والإنفصال على الآخرين لكن ليُنكَ أن أستفيد منه أنا السُّنّي أو هو السُّنّي أو هي السُّنّية لن نستفيد من هذا سيُغضبُنا و سيُحزِنُنا فهمتُم؟ إذن من تكلم ليأمره بمعروف ! ليأكن أمره بمعروف ! ولا من صحيح ! إذا الكيفية ! حتى لا نطوّل والموضوع مشتبك جداً وفيه عناصر كثيرة لا نطوّل نبدأ نُلملم أطراف هذا الموضوع أيها الإخوة ! يدخل في الكيفية أشياء تمهيدية أشياء تمهيدية ! ابن عباس يقول لجليسي علي ثلاث أن أرمقه ببصري إذا أقبل الإنسان يريد أن يزورك يريد أن يسألك يريد أن يُفضي إليك بشيء أول شيء ! قبل أن يأتيه ! قبل حتى أن يُسلِّم يطرح السلام ! عليك أن تستقفره بالنظر إليه ! إن أنا مبتعش ! أنتظر هذا اللقاء ! أنا سعيد به ! تخيّل من أين تعلم هذا ؟ من رسول الله ! عليه الصلاة وأفضل السلام ! طبعاً ! الرسول أكثر من هذا ! حين كان يأتي أحدهم يُصافحه ! لا يدع يده النبي يُعطيه يده حتى يكون الآخر هو الذي يدع يده من يد رسول الله شاهده ! بداية جميلة جداً 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 بعد ذلك أتبسّم تتكلم معي أتكلم معك من السلام تتبسّم في وجهه أثناء الحديث تتبسّم النبي كان يفعل هذا هذا الآن من أعلى ومن أهم الأشياء في المهارات التواصلية أصبح علماً الآن طبعاً بين المزدوّجين أيها الإخوة مزدوّجاتي كثيرة أعذروني بين المزدوّجين الموعظة اليوم لم تعد حكراً على رجال الدين على علماء الدين ألا ترون أن المواعظ أيضاً لها جانبها العلمي؟ جانب علمي تجريبي وهذا يعطيها مصداقية أكثر إن صحّح أن تسمّى طبعاً أي مواعظ وبالمناسبة حتى كيوس أيضاً تلميحات عنها موعظة لكن هكذا هي كلمة واحدة كيو تلميحات كيوس تلميحات كيوس وحدها هكذا موعظة في مواعظ علمية يعني مواعظ تستند إلى أبحاث وتجارب علمية يعطيها مصداقية هذا الآن سيعطي هذه الأدابة النبوية مصداقية أعلى عند من عند من يؤمن كثيراً بالعلم يطق كثيراً بالعلم وحق له العلم مصدر موثوق عموماً يعني مصدر موثوق بلا شك وغير متحيّز وغير أهوائي علم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيراً التبسّم يستقبل الناس بالابتسامة الحانية اللطيفة الودودة سوف نرى هذه الابتسامة تسمّى ابتسامة المليون دولار النبي كان ماهر جداً في فطرة عن صدق بحرارة يفعل هذا لأنه صادق في حبه الناس عليه الصلاة وأفضل السلام في مجتد الإمام أحمد تقول أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وعن زوجها الصحابة الجيل تقول كان أبو الدرداء إذا حدّث أحداً بحديث لا يزال يتبسّم تقول الحديث يتبسّم يتبسّم الحديث قال فقلت له لا يقولوا منازع كأنك أحمق قال حالي لطمّك دائماً تتبسّم يفكروا أهبة للناس لماذا هيك؟ ليس دائماً مرّة ومرّة هي هيك عربية العداث العربي العرب عندهم توقّر ورزانة وعنده أشياء معينة النبي قطع مع أشياء كثيرة قال النبي عنده شخصية ربّانية الله صاغه صياغ غير طبيعية هيك الله صانعه الله أدّبه أدّبني ربي فأحسن أتأديم جواب من ويّن هذا الأشياء؟ من علّمه هذا؟ في هذا المجتمع الصحراوي الجلف الغليظ الجافي المخيف مجتمع عبي اللهب وعبي شهل لكن برضو مجتمع برضو وبكر وعليّة ورثمان وعمر فقال كلا لا تقولي هذا ما رأيتُ؟ يقول الرّاوي أو قال ما سمعتُ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدّث حديثاً إلا تبسّم كان هذا الأدب تعلمته من النبي وكان هذا دائماً يتبسّم الآن يضحك أو يتبسّم؟ لا يتبسّم ليس يضحك في فرق كبير هذا وفي الحديث المشهور وكان جلّ ضحكه التبسّم النبي نادر ترى ضاحكاً بحيث تبدو أنيابه ويخرج له صوت نادر جداً يعني أكيد تكون موقف معين نكتة كبيرة يعني ممكن طبعاً والناس يستريبون يعني إذا أطلقت نكتة كبيرة من الحجم الثقيل العراء الثقيل وتضحك حياناً تسخصق الواحد يُغمّ عليه هو واحد يتبسّم الناس يشكوا فيه صح؟ ما له هذا؟ يعني خلف خلاف هو غير العالم كله كُلنا ضحكنا وقخهنا ماذا فيه؟ أقّد له لك فالنبي حين كان يضحك وتبدو لهواتي تبدو نواجده وأنيابه يضحك لكن مُعظم ضحكه ماذا؟ التبس وراها سر لطيف الآن سأكشف عنه النقاب سر لطيف علماء النفس أيها الإخوة الذين تحدثون في هذه الموضوعات بالذات يقولون البسمة الحانية التي تُرسل رسالة هو دودة إلى الآخرين وتُعظّم لديهم الثقة فيك وتُفهمهم أنه لا ضرر منك المُنتظر منك خير وسلام هي الابتسامة التي تكون نصف ابتسامة لا تظهر الأسنان ليست عريضة ليست ابتسامة العريضة باختصار مثل ابتسامة الموناليزة ابتسامة لديها القدر على تعزيز اللطف في نظرة العينين أما الابتسامة العريضة التي تُبرز الأسنان تُبرز الأسنان فهذه يقول العلماء المختصون في الغالب تُخفي وراءها إما مشاعر خوف أو غضب وفعلاً يقولك بضحك قهراً ضحكة مقهور فعلاً يبكي من القهر ويضحك من القهر ولا من الصحيح تخوف هذه فهذه ليست جيدة في التواصل يقول العلماء الابتسامة التي هي مليون دولار هذه تسمة المليون دولار هي نصف ابتسامة لا تُبرز الأسنان وتكون صادقة انتبه إذا لم تكن صادقة يظهر هذا حول العينين سنعرف أن هذه متكلفة سفراء ابتسامة سفراء يعني نقول مثل ابتسامة الموظيفات في الطيران ابتسامة سفراء مصطنعة ابتسامة للكل هي لا نريد ابتسامة حقيقية عن حب وعن تأثر وعن حميمية عن إحساس بالآخرين النبي كان لدي هذه الابتسامة يقولون أن هذه الابتسامة سر كبير من أسرار النجاح في العلاقات في البيزنس في العمل في أي شيء هذه الابتسامة هي نصف ابتسامة ليس الكشرة ليس الابتسامة الصارخة العريضة لا نصف ابتسامة ابتسامة ودودة تسمح وتعزز نظرة اللطف في العينين هي هذه مثل الموناليزة في ود في العينين هناك ابتسامة مستحية على استحياء النبي مرس هذا كيف؟ كما قلنا لأنه شخصية كاملة الله خلقه وكمله الله أعطاه جهازاً روحياً جهازاً نفسياً كاملاً من غير علم من غير تدرب من غير ألحاله هو هكذا سبحان الله العظيم شخص الفطر عليه الصلاة هو أفضل ومن هنا حب الناس العجيب لهذا الإنسان العظيم كان يحبونه حباً غير طبيعي ولا يصبرون على البعد عنه يتركونه ساعة أو سويعة إلى أزواجهم وكذا مباشرةً يحدهم الشوق ليعودوا إليه ويخصمون أنه أحب إليهم من أنفسهم من أموالهم من أولادهم من كل شيء لماذا؟ شخص تواصل عظيم انتبهوا ما يخطئ ربما بعض الدعاء العلماء أصلحاً لله وإيهم جميعاً في فهمه هو المراهن على ماذا؟ على صحة المضمون صحة الدعوة صحة الرسالة صحة الكلمات يقول لك أنا أتكلم باسم الله باسم الرسول بجيب آيات تحطروا جيبت آيات ليس مهم هذا ليس هذا المهم المهم كيف تجيب هذه الآيات في أي سياق تجيب هذه الآيات كيف تعلمها للناس كيف تتحدث عنها كيف تفسرها إذا جيبت هذه الآيات في سياق معين تنتهك فيه حرمات الناس خطبة شرعانة الفحر تفحش فيها على الناس تسميهم بالأسماء تتحدث في أعراضهم وتقول الله قال هذا الله قال كمثل الكلب والله قال كمثل الحمار تشرع وأبو بكر قال كذا وكذا الحديث حتى أن أخجل أن أقوله يعني مصّا كذا كذا والنبي سكت ما هذا نتبه هؤلاء أصلحنا الله جميعا وإياهم لم يفهموا السر العجيب في قوله تبارك وتعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَرِيضَ الْقَلْبِ ها الله يقول لنا سر النجاح الرسالي لمحمد مش عظمة الرسالة في ذاته وهي عظيمة بل هي الأعظم من الصدق المقول المبلغ المخبر به وهو كذلك صادق صدقاً مطلقاً هذا وحده في سياق خاطئ مع مهارات تواصلية خائبة فاشلة يفشل هذه مسألة كبيرة الآن في فشل الدعوة صح؟ في فشل الإسلام المعاصر هذا المنشوف قاعدين في ردة كثير من الناس عنه نسأل الله لهم العود الحميد إلى الدي والإيمان واليقين يا إخواني نحن جميعاً إن شاء الله تعالى قالوا لا السر يعود إليك هو سر أنا أودعته فيك مننت عليك فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ عجيب ولم استفادوا بهذه الرسالة كان قالوا خليها عندك الرسالة انتبع بها عندك ما بدأ إياها لا نريدها الله هنا يكشف عن قانون نفسي جوهري خطير جداً في النفس الإنسانية إخواني وإخواتي ما هو هذا القانون؟ أننا نتعاطى مع القيم المبادئ العقائد في المعظم معظم التعاطي سيكولوجياً وليس عقلياً نفسياً إذا أحببنا السياق الذي توضع فيه هذه العقائد أحببنا المبشر بها أحببنا المبلغ لها طريقته أسلوبه تواضعه رحمته ليانه لطفه سنحبها سنقتنع بها سنشعر أنها تصلح على فكرة هذا الكلام فيه جنبة منطقية فيه شيء منطق هنا تعرفون كيف طيب؟ الشيء المنطقي بما أن هذا الكلام خير وصدق وحق والله واضح يا أخي هذا الذي يبلغه متأثر به وشوف ما أحلى وشوف ما أحسنه وشوف أخلاقه وشوف كرمه وشوف تسامحه إذن هناك شيء منطق هنا وبالمنطق أيضاً لو كان هذا الكلام حقاً وخيراً وصدقاً وجمالاً لماذا هو بشع إلى هذه الدرجة؟ أسلوبه بشع طريقته بشعة كلامه بشع حكمه على الناس بشع لا لا، معناه هناك شك في ماذا؟ في صحة ما يبلغنا إياه والناس ليس كلها فلاسفة هم عندهم مش ذكاء الأنبياء وذكاء الصدقين يميزش فقط هم العقول الضخمة يا أخواني وهي نادرة نادرة جداً التي تميز الحق لذاته وحده بذاته والباطل كذلك بغض النظر عن السياقات صحيح؟ أما معظم الناس يتأثرون بماذا؟ بالسياقات لذلك الكلمات بذاتها ليست هي الأرجح في المسألة التواصلية وإنما السياق طيب، نرجع إلى سيد الخلق ومعلم الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة وأفضل السلام وآله أيضاً كان إذا أقبل عليه أحدهم رحب به في ترحيب مش إئذنوا له بدخل وبينتظر في المكتب عادي ساعة ساعتين ثلاثة بعدما يطلح هو مرحباً ما فيه؟ لا لا، مش هيك للنبي بالحكس، يُرحب ففي سنة الترمذي وابن ماجة عن الإمام علي عليه السلام وكرّم الله وجهه وقال استأذن عمّار ابن ياسر على رسول الله رسول الله فقال مرحباً بالطيّب المطيّب أرى الأخلاق مش تفضّل، أدخل، فوت لا 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 من الأول مرحباً بالطيّب المطيّب وفي الصحيح البخاري، بل فيه مسلم أيضاً في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين لما جاء وفد عبد القيس بلد اليمن ماذا قال له النبي؟ عليه الصلاة والسلام وآله قال مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامة ترحيب، رحب من يأتي النبي كان عنده هذا الخلق يرحب بالناس في البداية قبل ما ندخل في حديث ونتكلم الحديث مهم جداً إيمان، يقين، آخرة، سعادة، نجاح لا 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 هناك احترام الناس، تقدير الناس، يظهر المودّة واللطف والليان، والاعتبار للناس وإذا كان هذا الآتي سيداً أو إنساناً محترماً لا يعامل كالسوق، لا يعامل كعامة الناس والنبي يحترم الكل ولكن يولي بعض الناس، وهم كرام الناس مزيد ماذا؟ اعتبار واحترام، وكان يقول إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه أظهر له ماذا؟ الكرم الزائد طبعاً، نحن مأمور بأن نكرم جميع الناس لكن كريم قوم رجل كبير في السن، كبير في القدر رجل من علية القوم كما يقال من علية القوم أعتبر مزيد احترام بعض الناس هنا يأخذ لعبة القيام بطريقة خاطئة يقول الناس سواسية سواسية من حيث النظر إلى الحقوق الأصلية يا غواني يعني هذا الكبير لو قتل يقتل، ما في كلام لو سرق يقطع، لو ظل ما ينتصف منه هنا سواسية، لكن مز سواسية في القدر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تسوي بين عالم وبين جاهل؟ هذا عالم، عالم كبير، وهنا واحد جاهل في فرق واحد غني من أغنياء الناس، ومحسن الأغنياء المحسنين، لأنه نسوي بينه وبين أي غني بخيل أو بين فقير معدم، لا، هذا له اعتبار واحد له سلطة، سلطة النبي قال احترام السلطان من إجلال الله ستقول لي سلطان، وأنا أنتقده على رؤوس الخلاخ من على قلن المنابر وأسب وتقول لي أن هذا شجاع وقوة بالحق لا، هذه قلة تأدام، هذه تحترم السلطان، رأس الدولة، رأس الناس، هذه تحترموا هذا للأسف، بعض الناس لا يفهم هذه القضية من المسائل التي تشكل تحدي، يا إخواني، وصعوبات خاصة في علم الأخلاق، ومسلوك مسائل التضارب القيمي التضارب القيمي، بمعنى ماذا؟ بمعنى مثلا أنني أحب وطني، حب الوطن قيمة عظيمة جداً جداً وهذه قيمة وطنية، مع القيم منها اجتماعية قيم عائلية، قيم منظماتية، تشتغف منظمة معينة بعدين، لدينا قيم أيها الإخوة دينية، في قيم فلسفية، في قيم علمية، في قيم سياسية، في قيم اقتصادية في قيم صحية، في قيم نظرية، في قيم عملية تصنيف القيم في فلسفة الأخلاق، تصنيف طويل جداً جداً معقد لكن نحن فقط نأخذ القدر المشترك القيم هي ماذا؟ مفاهيم معيارية هي مفاهيم معيارية، لها علاقة بالعمل، لها علاقة بالواقع إذن هي ماذا؟ ضوابط، تعليمات، مبادئ يرعاها الإنسان، وهي توجه سلوكه، وتدله على الطريق المثلى لأداء دوره وواجبه في المجتمع من شرطها أن تكون ماذا؟ معتمدة لدى المجتمع الناس يعتمدونها، يوافقون عليها، يوافقون عليها يكتسبوها الإنسان عبر التنشئة والثقافة في بيئته الخاصة فقط، هذا هو التعريف تقريباً الأشهر والأبسط للقيام، في تضارب فأنا أحب وطني، أفديه بنفسي، قيمة وطنية عظيمة جداً لكن أكره الظلم، وألعن الظالمين بلعنة كتاب الله لهم، جميل جداً حين يصبح وطني ظالماً، ماذا أفعال؟ أنا أحب الوطن وأكره الظلم، وطني ظالم أي واحد، بر الوالدين، قيمة ولها أساس ديني، وطبعاً أساس صغير ديني أيضاً قيمة مهمة جداً جداً، بر الوالدين لكن إذا أحد الوالدين، أيها الإخوة، أمر بمعصية أمر بما يرد الله أو ظلم، وأكره الظلم أحب والدي وأكره الظلم، ووالدي ظالم، ماذا أفعال؟ هذه هذه تحديات وصعوبات خاصة في مجال الأخلاق، أيها الإخوة الإسلام أعطانا أيضاً كلمة إفتاحية بسيطة، لكن تحتها تفاصيل كثيرة معقدة لا طاع لمخلوق في معصية الخالق وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعم، وصاحبهما في الدنيا معروفة حل مبدأ، لكن يحتاج إلى تفصيل إذن موضوع تضارب القيم موضوع تضارب القيم، أيها الإخوة؟ علاقة بموضوع التواصل بموضوع التواصل، كيف؟ بعض الناس يقول لك أنا قيمة الشخصية التي يعطيها الأولوية المطلقة الصدق، جميل من أحسن القيم، قيمة شخصية اسمها أي؟ الصدق أن أكون صادقاً في قولي في نيتي وعزمي، وفي عملي وباطني يواطئه ظاهري ما في مسافة بينهم، جميل جداً من أحسن القيم لكن هذه القيمة قد تسبب له مشاكل في التواصل مع الآخرين، لماذا؟ لأنه إن كان صادقاً كان نفسه مدفوعاً يقول للكذاب أنت كذاب للص، أنت لص للغشاش، أنت غاش أو غشاش أليس كذلك؟ وهلُم جرَّة؟ وهكذا تقريباً ستسوء علاقاته مع معظم الناس وفي كل موقف يلتزم فيه الصدق سيحدث له إشكال صغير أو كبير، في المواقف حتى الصغيرة الجزئية، هناك مشكلة هنا كيف يحلُّ علماء التواصل؟ حلوها على فكرة هذه المشكلة ممكن تسبب أيضاً اختلاطات كثيرة في الحياة العائلية الأسرية نعطيكم نموذج أحد المعالجين يسأل الزوج يقول له ما هي قيمتك الشخصية الأعمق؟ قال له الصدق؟ قال جميل جداً، نشجع هذا، نحترمه لكن ما قيمتك الأعمق؟ تواصلياً في العلاقة مع الآخرين مع زوجتك، مع زملائك، مع أصدقائك مع رؤسائك، مع مرؤوسيك قال على الإحترام قال جميل جميل ألا ترى أن أسلوبك، طريقتك هذه في التواصل مع زوجتك، ينقصها الإحترام؟ وإن لم يعوزها الصدق هي صادقة فعلاً تقولها أنت كذا وكذا وكذا كل صدق، هذا صدق صح لكن هل هذا احترام؟ دوش الرجل كلنا تقريباً نقع في هذه الورطة فعلاً، إذن هناك تضارب بين قيمتين ماذا؟ الصدق والإحترام، وأنا اعتبر القيمتين على المستوى الشخصي، الصدق له أولوية على مستوى التواصل، الإحترام له أولوية جميل، لكن وقع تضارب بين القيمتين ما الحل؟ الحل أن تتواصل مع الطرف الآخر بصدق، لكن بما لا ينتهك احترامه كيف؟ يقولون النقد حين توجه الآخر نقداً تقوله أنت كذا، فعلت كذا، أنت كذا أنت كذا، هذا النقد إما أن يكون نقداً سلبياً يسمونه النقد الهدام دستركتف يعني النقد الهدام النقد الهدام أو النقد السلبي نيجاتف النقد السلبي أيها الإخوة، يشجب ويدين ويدمغ ويواجه الآخر بالأخطاء دون أن يقول شيئاً إيجابياً أو مفيداً فقط، فقط أنت تنفس عن نفسك أنت البعيد كذا وكذا فعلت كذا وكذا، انتهى كل شيء هذا نقد سلبي العلماء يحذرون منه قالوا هذا نقد هدام، اسم عنه ثم هذا يهدم ولا يبني ولا يرتجم ورائه الخير نستعيض عنه بماذا؟ بالنقد كونستركتف النقد الإيجابي البناء، ما هو النقد البناء؟ لا تقول كلمات سلبية يعني مثلاً بعضهم عرض عليك أي رأياً؟ وهذا الرأي أنت تسخطه، تكفر به تقول له أحترم مجتدري أحترموها جداً الآخر تحترم ما يقوله آآ ويمكن أن أتشارك معك في تطوير هذا الشيء سيقول لك في الأغرب العام نعم، يا حي هلل، هلم؟ وأنت ستأتي بشيء سينقضيه في النهاية ماذا؟ رأيه، هذا اسمه نقد أيضاً لكن نقد إيجابي ذكي دون أن تقول له رأيك خطأ، رأيك كذا أحترم موجه أحترم موقفك واسمح لي أنا حتى هنا توقفت قليلاً لماذا؟ أحببت أن أصوق العبارة دون أن آتي بكلمة لكن لكي أحذرت قبل ذلك من أبنائي لكن لكن لماذا يقول الناس الظرفاء كل ما قبل لكن، ليس له قيمة ليس ما بعدها، ما قبل أكثر ما نكره كلمة لكن يعني أقل قليلاً من كلمة لا لكن مباشرةً بعد لا لكن يا أخي، والله نقول لك الصدق أنت كذا وكذا وكذا وما شاء الله عليك لكن، ترتعد أنت لكن إذن كل ما قبل لكن قال لك ليس له قيمة، أدمت أنت كله أدمت بكلمة لكن حتى في النقد الإيجابي حاول ما تجيبك كلمة لكن أحترم موجهة نظرك لكن بلاش لكن هذه اسمح لي أستميحك عذراً عن هذا يساوي كلمة ماذا؟ لكن فهمتوا عليه كيف؟ مهم جداً هذا في النقد الإيجابي في النقد الإيجابي على ذكر كلمة لكن كلمة لا في تجربة مثيرة مثيرة جداً أيها الإخوة عملوا مسح تفريس يعني سكاننغ للدماغ هذا الـFMRI هذا لا أشخاص فقط فقط عُرضت عليهم لوحة ورق مقوه هكذا مكتوب عليها حرف لا أو كلمة لا 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 مباشرةً دفقة من هرمونات الإجهاد كورتزول وأمثال هذا دفقة تأثر على الدماغ هذه تتلفه على المدى البعيد طبعاً بعد عشر سنوات تتلف الدماغ أيها الإخوة تأثر على الجهاز القلبي الوعائي الكورتزول معروف الكورتزول فقط لأنه شاهد كلمة لا بحالة هي كلمة لا ليس جميلة كيف حين تقال لك وأنت تترقب شيئاً أو تعمل في شيء أو تريد مباحثة شيء لا مزعجة جداً جداً لذلك كما أقول في الخطبة السابقة معظم كلام رسول الله لمن أتاه لبيك ونعم ينعم ويلبي يندر أن تسمع منه كلمة ماذا؟ لا ما في كلمة لا في إنعام مستمر في إنعام مستمر أيها الإخوة والأخوات إذن نعود لأسف أدركنا الوقت ما زلنا في البداية قد نحتاج إلى جزء الثالث إن شاء الله موضوع مهم موضوع مهم جداً جداً أعتقد لأن مهاراتنا التواصلية في العالم العربي والإسلامي ضعيفة ضعيفة ونرى أنه هذا سبب مشكلات كثيرة هؤلاء علمانيون وهؤلاء لبراليون وهؤلاء إسلاميون والإسلاميون تشكيلات وطيف وطوائف والكل ضد الآخر وحدة عجيبة جداً في النقد وحدة في التقويم وحدة في الكلام شيء فظيع وطبعاً تنتهك الحرمات الشخصية بالإسم ما شاء الله لدينا النقد بالإسم فلان الفلاني كذا بالإسم وحياناً بالأب والأم وشايفينه هذا طبيعي؟ هذا وضع مش طبيعي هذا وضع مرضي لا ينبغي أن يستمر وضع غير صحي وعلى فكرة وضع يخسر معه الكل الناقد والمنقول الساب والمسموب أيها الإخوة والمغشوش عليه الكل يخسر معه من لطيف التجارب أيها الإخوة بكلية طب جامعة أوهايو وبالمناسبة في السبوع الماضي كان لدينا هنا أخ مسلم كان متفاعل مع الخطبة ويفتح المصحف وبعض الخطبة إذا به مسلم أمريكي من أوهايو كان لدينا هنا في البداية في كلية طب جامعة أوهايو أيها الإخوة أتوا بإثنين وعشرين زوجاً من الأزواج يعني يعني ما نقول صعب إلا تقول هيك بإثنين وأربعين زوجاً من الأزواج لو قلت بإثنين وأربعين زوجاً لكن بإثنين وأربعين يصبح كلهم مقدّة 84 نصهم رجال نصهم إناث أتوا بإثنين وأربعين زوجاً من الأزواج وأحدثوا في أيديهم جروح تقرّحية بسيطة ثم بعد ذلك أيها الإخوة بعد أسابيع اختبروا مسار هذا التقرّح أو هذا الجرح التقرّحي ليجدوا أن الأزواج الذين يتواصلون بشكل حميم وجيد محكوم بالعقل بالمنطق وليس بالإنفعلات وبالغضب ومحكوم أيضاً وأخواتي بالحب الحميمية والتحسس للآخر والإمباثي استغرقهم الأمر نصف المدة التي استغرقت الأزواج المنغّصين لكي يشفوا من هذه الجراح الضعف علاجياً على مستوى العلاج في فرق كبير الضعف يا إخواني إذن فعلاً حين تكون هادئاً محباً ودوداً متسامحاً تكون أقرب إلى ماذا؟ إلى الصحة على جميع النواحي النفسية والعقلية العصبية يبقى سؤال نطرحه ونجيب عنه بعد إن شاء الله الجلسة وهو بعض الناس يقترح بالعكس أنهم الأفضل لصحتي ولأعصابي والاستقراري النفسي حالة الاستقرارة النفسية حين أغضب أن أنفس عن غضبي وطبعاً لن يعوز هذا المعترض أو المتسائل مجموعة من الأدبيات لعلماء النفس وهو في رسم طبعاً سيغموند فرويد وفي أولهم آرستو طاليس في كتاب الشعر تؤكد هذا المنحة أن التنفيذ عن الغضب وسيحتاج عينها بمدارس علاجية في أمريكا وكاندا أستراليا وفي إسبانيا العلاج بالتدمير العلاج الأولي العلاج الصياحي الأولي كلها لها علاقة أي بالتنفيذ أين هذا؟ مما تقول وأين هذا مما يقول علماء التواصل وعلماء علماء الأعصاب الاجتماعي علم الأعصاب الاجتماعي social neuroscience هذا علم كامل اسمه علم الأعصاب الاجتماعي social neuroscience وبين ما أتى به القرآن وما أتى به السنة أيضاً من وجوب كظم الغيظ وكظم الغضب وتتوضى وتقعد وتصلي أين؟ نفس التنفيذ جيد بعد التنفيذ سنشعر بأننا تحسننا ما الحكاية؟ إن شاء الله في الخطبة الثانية أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفري الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعمروا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إخواني وأخواتي ذكرت أرسطو أرسطو في كتابي فن الشعر زعمة أن متابعة الإنسان وارتياد الإنسان للمسارح التي تمثل فيها الأدوار العنيفة والأدوار المأساوية أيضًا تحدث لديه تنفيسًا عن مشاعر الغضب والعدوانية والرغبة في الانتقام والتدمير وهذه الفكرة استمرت من أيام شعر عرسطو إلى اليوم قضية التطهير بـ مع أن هذه القضية أيها الأخوة في أول درجة من درجات النقاش تتناقض مع حقيقة يعلمها الكبير والصغير أن متابعة الشباب ومتابعة الغلمان ثم المراهقين بعد ذلك لأفلام العنف سبب رئيس في زيادة ماذا؟ نسبة العنف لديهم هذا معروف حتى أن المراهق في هذه الدول المتحدة الأمريكية لا يبلغ سن الثامنة عشرة إلا بعد أن يكون تقريبًا قد تابع زواء عشرين ألف فيلم عنيف فيلم أكشن وكلام الفارق ومعروف أنه هذا يزيد يحث العنف وإن التطهير؟ وإن الكلام عن التطهير؟ لو هذا كان يطهر كان من فرض أن هؤلاء أكثر الناس هدوءًا ولا من الصحيح؟ وأعظم الناس السلامية الذين شافوا تدمير شبّعهم لا 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 بالعكس التدمير يأتي بالتدمير الغضب يأتي على كل حال لأنه لن نعمل خطبة ثانية باختصار إخواني الآن ضمن الخرافات المنسوخة في علم النفس خرافة أن التنفيس عن الغضب التنفيس عن الغضب يحرر الإنسان من أثاره السيئة غير صحيح مثل هذه خرافة في كتاب اسمه أعظم خمسين خرافة في علم النفس الشعبي في علم النفس الشعبي أعظم ألفه أربعة علماء نفس كبار في العالم الجديد؟ هذه الخرافة رقم ثلاثون رقم ثلاثون قال لك هذه الخرافة غير علمية الأبحاث متواصلة من أربعين سنة ليس الآن، من أربعين سنة وكلها تؤكد أن التعبيع عن الغضب تنفيس الغضب للأسف يزيد الحال سوءاً ويجرّ الإنسان إلى مزيد من الاستياء ومزيد من الغضب تغضب فتغضب أكثر لذلك يقال الغضب ماذا؟ نار كيف؟ النار تشبّ وتشتعل أيها الإخوة وبعد ذلك النار تنطفئ لكن النار غضب في الإنسان لا تنطفئ هذه الأبحاث العلمية الدقيقة تقول ثبت أنّ الذين عبّروا عن غضبهم بإزاء أشخاص معينين كانوا بعد ذلك ليسوا أقل انتقاداً لهم وأكثر لطفاً بل صاروا أزياد انتقاداً لهم يعني اليوم سبّيته وانتقّدت في وجهه وحظى لي سلبي إزاءه إلى ما شاء الله ما لا يوجد شيء غلط هنا إذا التعبير غير صحيح التعبير غير صحيح في إحدى الجامعات الأمريكية أيها الإخوة ثممت تجربة هذه التجربة مؤدّاها هذه التجربة مؤدّاها أنّ الذين يعفون ويصبحون ويكذمون غيظهم وإذا عاقبوا يكتفون بالحد الأدنى يعني بكلمة هيك بنظرة وخلاص هؤلاء يفوزون محبوبون أكثر ودائماً عوائدهم المالية في ازدياد ينجحوا حتى في العمل عملياً بخلاف الذين يعاقبون وينفسون ويثعرون دائماً يفشلون ختموا بحثهم الرائد هذا يقول العلماء بعبارة جارحة وصادمة لنا بعبارة كذا أطلقوها فأطلق المثل تقول الفائزون لا يعاقبون الخاسرون يعاقبون ويفنون انتهوا ترفضهم الحياة عجيب يعاقبون ويفنون حين قرأت هذه التجربة تذكرت من فوري قول الحق جل مجده وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عوقبتم به ولم يكتفي قالوا وإن صبرتم لهو خير وين في الدنيا وين في الآخرة قال خير في الدنيا وفي الآخرة خير على أي مستوى العصبي النفسي الفيزيولوجي المالي الاجتماعي كله على جميع المستوات خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله استعن بالله واصبر واكظم الغيض هذه الخرافة لابد أن تنسخ وعلينا ألا نجاريها وألا نراهن عليها لأنها فاشلة وهي خرافة غير علمية يجيب العلماء لكن لماذا تستمر بعد أبحاث نفتها ونزختها على مدى أربعين سنة لماذا هي مستمرة إلى اليوم؟ قالوا ربما تأثرا بالأثر الزائف الذي يحدثه التنفيذ عن الغضب لكنه أثر في المدى القصير فقط بشع البراحة فقط لساعة ساعتين يوم يومين وبعد ذلك تتآكله مشاعر يؤرثها نار الغضب أو نيران الغضب التي لا تزال تشب في قاع نفسه اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رجدته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنت على قضائها ويسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربّون صغارا اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكر الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوه من فضله يعظكم وقموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم